اه وعليكم السلام وبركاته حيال الله الدكتور وسامة يا مرحب طيب يقول لك فلان عام الواجب 16 الف مرة قراءة سورة البقرة قبل رمضان رجاء عادة فتح المساجد اه يعني 16 الف مرة سورة البقرة عشان تفتح المساجد كل واحد بطلب منه اسرة وحبايب واصدقاء كلهم 50 مرة يوميا طيب اولا يا اخواني سبحان الله ما يجب تأصيله ايها الكرام الفضلاء ان قراءة سورة البقرة عبادة وقراءة القرآن عبادة هذه من القواعد الفقهية الله يقول وردت للقرآن ترتيله هذه القعدة هنا القعدة الثانية اذا كانت عبادة فلابد فيها من التوقيف والحظر حتى يدل الدليل على الاباحة لان شرطي قبول العمل والعبادة الاخلاص والمتابع وما امروا لا ليعبدوا الله مخلصين وقولنا الله عز وجل قول ان كنتم تحبون الله فاتبعوني وحدث عائشة عند مسلم من لم يحدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو فهو رد فنأتي الان الى القاعدة الثالثة ان مشروعية الشيء في اصله لا تستلزم مشروعيته في وصفه اعيد ان مشروعية الشيء في اصله لا تستلزم مشروعيته في وصفه ايه معنى في اصله يعني اصل القرآن وترتيل القرآن انها عبادة لكن ان يأتي على هذه الصفة ان نمسك سورة البقرة وستاشر الف مرة وعشان تتفتح المسادد الى غير ذلك فهذا الامر لا يجوز لماذا لانه قد وقع الطاعون في عهد الصحابة وقتل منهم ثلاثين الفا في عمواز سنة الثمانية عشرة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في خلافة عمر رضي الله عنه وارضه ومن مات من الصحابة ابو عبيد عمر بن الجراح امين هذه الامة ومعاذ بن الجبل اعلم الناس بالحل والحرام والفضل بن العباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام الذي اردفه خلفه على دبته من مزدده الى 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 ميناء وسهيل بن عمر وابنه ابو جندل ومن اولاد خالد بن الوليد اربعون نفسا ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قاله منما ينزل الطاعون اقروا هذه السورة او يفعلوا هذا الامر او اذا نزل بكم بلا يفعلوا هذا الامر لكن النبي وضح لنا قال اذا حزبه امر فزع الى فزع الى الصلاة والله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وايضا قال عليه الصلاة السلام من حديث عبدالرحمن بن عفو الصحيحين اذا وقع الطاعون بارض فلا تخرجوا منها واذا كنتم خرجة فلا تدخلوها الى غير ذلك من مثل هذه الاحاديث فلم يقول النبي عليه افضلوا الصلاة وتم التسليم ان تقروا سورة البقرة وبالذات سورة البقرة وبهذا العدد فنقول هذا من من البداء هذا من البداء الامر الرابع ايضا من القواعد الفقهية ان الوسائل لها احكام المقاصد والوسيلة الشرعية لا بد ان تؤدي والمقصد الشرعي لا بد له من وسيلة من وسيلة شرعية واذا كانت الوسيلة واذا كان المقصد شرعيا والوسيلة ليست شرعية فانها محرمة مثال يقول لك اخذ من التوسل بالعمل الصالح يقول نعم احسنت نعم التوسل ثمانية انواع بالاسماء والصفات والافعال والايمان والاتباع وبذكر الحال ربيني لما انزلت الي من خير فقير وبدعاء المسلم بظهر الغيب والثامنة التوسل بالعمل الصالح كما صح في حديث ثلاثة الذين اواهم المبيت الى الى الغار لكن هذا ليس عملا صالحا احنا قلنا هذا القرآن وتلاوت عبادة ولذلك قالوا ليبلوكم ايكم احسن عملا قالوا ما هو حسن العمل يا ابا علي قال اخلصه واصوابه قالوا كيف اخلصه قال ان يكون خالصا لله وكيف اصوابه قال ان يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ومن يحدث في ومن احدث في امرنا هذا ما ليس ما ليس منه فهو فهو رد يعني مردود على ايش مردود على يعني معناه انه مردود على ماذا مردود على مردود على مردود على صاحبه ولذلك حذر الله من ذلك فقال فليحذر الذين يخلفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم ونستطيع ان نتوسل الله عز وجل بالاعمال الصالحة واعظمها هو الدعاء نلظ بالدعاء ان يرفع الله الوباء وقدلت السنة على ذلك من حديث انس عند النساء وغيره اللهم ان يعذبك من البرص والجنون والجذام وسيل اسقام نكرة مضافة تدل على العموم يدخل فيها كورونا يدخل فيها السرطانات يدخل فيها كل شيء عفنا الله وإياكم فندعو بمثل هذه الادعية وانا تقرب الله تبارك وتعالى ايضا بالاشياء والوسائل الشرعية المباحة في مثل هذه الامور كالصدقة قال عليه الصلاة والسلام ان صدقة تطفيه غضب الرب وتقي ميتة السوء في رواية وتقي مصارع مصارع السوء يعني نتقرب له بالوسائل التي شرعها ربنا عز وجل على رسال نبيه عليه افضل الصلاة وتم التسليم اما ان تلزم الناس بهذا فهذا بدعة وولا يجوز اسأل الله عز وجل ان يشرح صدري وصدرك اخي الحبيب وانا اعرف انك انت يعني انك محب للخير وللبر ويعني تأذيت من اغلاق المسائل لكن يا اخي يعني هذا يدخل في باب لا ضرر ولا ضرار والمشقة تجرب التسير واذا ضاق الامر واذا ضاق الامر اتسع ودغو المفاسد مقدم على جلب المصالح يدخل كل هذه القواعد وطبيقة في هذا الامر احترازيا ميديكال بروتيكشنز كعشان كورونا بانديميك ويعني حد من انتشارها بقدر الله واذنه تبارك وتبارك وتبارك وتعالى وأبشر بحديث مسلمين قال بحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما مقيما صحيحا وايضا في الصحيح ان اقوام بالمدينة النبي فغزو التبك يقول ان اقوام بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم مؤاديا ان لا شرقوكم في الاجر قالوا كيف ذلك يا رسول قال حباسهم حباسهم العذر حباسهم العذر واذا كان الانسان معذورا فيكتب الله له الاجر كاملا فيكتب الله له الاجر كاملا قال الله عز وجل الذين يذكر الله قياما وقودا وعلى جنوبهم وقال من حديث عمرار بن الحسين في الصحيح صلي قائما فان لم تستطح فقال فان لم تستطح فعلى فعلى جنب هذه الوسائل الشرعية وهذه الامر المرعية في مثل هذا اخي الحبيب الغالي زاك الله خير وكتب الله اجرك ويسى لنا ولك الخير والبر والبركة هذا ما يتسر اراده وتهيي اعداده وعانى الله على ذكري فان كان خيرا صوابا ذاك حزبي وان كان دون ذلك من الشيطان من نفسه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منه برام اللهم ارفع عنا الوباء والبلى والريبى والزينة والزلازل والمحن وسيء الاسقام ما ظهر منها وما بطل اللهم ردنا الى بيوتك ردا جميلا على خيرنا وبرنا وبركتنا يا رب العالم ارحم ابي وعمي واخي وجميع موتان وموتى المسلمين اجمعين وحفظ وليتدي بحفظك وادفع عنها الاذى والبلاء بركنك وهب لنا من ازواجنا والذرياتنا قرة وجعلنا المتقين ان نسدد اقوالنا واعمالنا وافهامنا وبارك في قوتنا وقواتنا ونياتنا وذرياتنا يا سميع الدعاء يا عظيم الرجاء صلى الله عليه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين تم تحليل صوتيا في ليلة الاحد لخمس بقينا من سهل سعبان سهل ترفع في الاعمال واستحب فيه الصيام لعام احدى واربعين واربعمائة والف من هجرة العدنان عليه الصلاة والسلام التاسع عشر من شهر ابريل لعام عشرين عشرين غريغوريان كالندرز